بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين من المفيد أن نلفت انتباه المتابع بغض النظر عما إذا كان من الموالين الذين يشاركون بصورة سنوية في عزاء الإمام الحسين وأربعينيته أو لم يكن من هؤلاء إلى أن النبوآت لا تعني إسقاط التكليف أو إسقاط الواجب عن المؤمن بصحة هذه النبوآت هذه واحدة الثانية أن النبوآت والطلاع المرء على بعض المغيبات لا يعني أيضا بحال من الأحوال أن الإنسان قد تحول إلى روبوت أو إنسان آلي فاقد للمشاعر فعظمة هؤلاء الأنبياء فعظمة الأنبياء عظمة الأئمة تكمن في إنسانيتهم وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قل إنما أنا بشر مثلكم فالبشرية في أبعادها تعني العمل بالتكليف الإلهي تعني تحمل الجهد الزائد في سبيل مرضات الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل إن سنلقي عليك قولا سقيل إذا كان النبي بشرا خارقا للعادة فلن يكون شيء سقيل عليه ولكنه بشر كبقية البشر صحيح أن الله تبارك وتعالى ميزه بصفات روحية وأخلاقية عالية هو بشر كبقية البشر ولكن ليس كل البشر كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كل البشر كأمة أهل بيت النبوة عليهم السلام إنما أنا بشر مثلكم ولكنكم قطعا لستم بشرا مثله الأمر الثاني أن عظمة التكليف الإلهي للأنبياء والمرسلين والأئمة والربانيين لا تعفيهم من المشاعر الإنسانية لا تعفيهم أيضا من بزل الجهد وجاهدوا في الله حق جهاده لا تعفي الآخرين من مسؤولية نصرتهم والوقوف معهم وإلا كان خلاص طيب هو أرسله سبحانه وتعالى أرسل رسوله للعالمين أرسله للبشر ولو لم يكن بشرا لما ساغ له أن يرسله إليهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسولة المعنى أن النبوة والإمامة تتحقق بالتأله لله تبارك وتعالى تتحقق بالجهاد في سبيل الله وتحمل الأزى والمشاق في سبيل الله وإيمان النسي بالنبوة وإيمان النسي بالإمامة لا يتحقق إلا بنصرة النبي والإمام والوقوف معه في شتى المحن والأزمات والدفاع عنه والزب عن حريمه لذا لم يكتفي صلى الله عليه وآله وسلم بإخبار الناس عامة وإخبار أهل بيته بما سيجري عليهم في مستقبل الأيام وإنما صلى الله عليه وآله وسلم حرد المسلمين على الدعوة على نصرتهم والوقوف معهم وهذا ما رأيناه في الملحمة الحسينية عندما وقف معه عليه وعلى آله الصلاة والسلام أهل بيته وأنصاره من غير أهل بيت النبوة عليهم السلام سنذكر في محاضرة قادمة الدور الفز الذي قام به أبو الفضل العباس بن علي رضوان الله وتعالى عليه وكان شابا سلاسينيا فزا شديد الولاء لآل بيت النبوة لم يخن ولم يهن ولم يقبل بما عرضه عليه شمرو بن زل جوشا بالانضمام إلى معسكره وطلب الأمان منه والتخلي عن الإمام الحسين رأينا أيضا أن الأبطال من آل بيت النبي من أبناء الحسين علي الأكبر وغيره من الفتيان والشبان قد وقفوا وجاهدوا واستشهدوا بين يدي الإمام الحسين الذي يتساءل عن دور الشباب في نصرة إمام الحق لا ينتبه إلى حقيقة أن آل بيت النبوة عليهم السلام أبناء الحسين وأبناء الحسن وأبناء جعفر بن أبي طالب لم يبق منهم على قيد الحياة إلا الإمام زين العابدين علي بن الحسين وإذن النصرة النبي الأكرم عليه وعلى آله الصلاة والسلام الوقوف معه نصرة الإمام الحسين والوقوف معه والزب عنه والقتال في سبيله حتى ولو كانت نهاية هذا القتال هو الاستشهاد فكما قال الإمام الحسين عليه السلام فالقتل لنا عاد وشهاد نفرح بأننا قد نلناها الإمام الحسين هو من هو في مكانه وفي إمامته وفي عظمته وهو أحد أصحاب الكساء الخمسة وكان هذا يكفيه فقرا ورفعة ويقوده إلى الجنة ولكنه آسر وقبل وضحى لأن يكون ليس فقط في مكانه في الجنة ولو مات على فراشه ولكنه ضحى وقاتل في سبيل الله لتعلوا كلمة الحق وليبقى موقفه شاهدا على العالمين الروايات التي دعت المسلمين إلى نصرة الإمام الحسين كثيرة ومنها تلك الرواية الواردة عن أم الفضل بنت الحارس امرأة العباس رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة قال ما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك المبارك وضعت قطعت ووضعت في حجري فقال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله تعالى غلاما يكون في حجرك قالت فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري فأرضعته بلبن قثم فدخلت يوما على النبي صلى الله عليه وآله فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة وإذا عين رسول الله تهريقان الدموع فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما لك قال أتاني جبرايل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا فقلت هذا قال نعم وأتاني بتربة حمراء وفي الإصابة عن أنس بن الحارس قال البخاري في تاريخه سميت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن ابني هذا يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره فخرج أنس بن الحارس إلى كربلاء فقتل بها مع الحسين إذن الإخبارات النبوية الغيبية عن تلك الأحداث التي ستحدث في قابل الأيام لا تلغي دور المسلمين ولا تلغي الواجب الملقى عليهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن الاختبار والابتلاء قائم ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وفي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي أخرج ابن سعد والطبراني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال يقتل أن أخبرني جبرائيل أن ابن الحسين يقتل بأرض الطف وجاءني بهذه التربة وأخبرني أن فيها مضجعه وفي أخرج البغوي في مجمه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله استأذن ملك القطر ربه أن يزورني فأزن له وكان في يوم أم سلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلم احفظي علينا الباب لا يدخل أحد فبينما على الباب ازدخل الحسين فاقتحم فوسب على رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل الرسول يلثمه ويقبله فقال له الملك أتحبه قال نعم قال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريك المكان الذي يقتل به فأراه فجاءه بسهله أو تراب أحمر فأخذته أم سلمة فجعلته في سوبها فقال ثابت كنا نقول أنها كربلاء إذن الدعوات النبوية الطاهرة والنداء النبوية الطاهرة للمسلمين بنصرة الإمام الحسين كثيرة ومتكررة ولا عزر لمن سمع هذه النداءات فأصم أعينه فأصم آزانه عن سماعها وعن الاستجابة لها هم سمعوها ولكن الدنيا حلية في أعينهم وأسروا الحياة الدنيا واطمأنوا بها ولكنهم سيحاسبون على أعمالهم وعلى جرائمهم وعلى خزلانهم لأهل بيت النبوة عليهم السلام السؤال الذي يتعين علينا أيضا أن نعود إليه نحن قلنا سابقا أن استشهاد الإمام الحسين على هذه الطريقة في كربلاء لم يكن أمر مفاجئا ولا مباغتا ولا حدثا خارج السياق النقطة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حض المسلمين على نصرته والوقوف إلى جواره وهذا أمر مفروغ منه لم يكن حتى النبي بحاجة إلى أن ينبه عليه فهذا أمر منطقي وواجب على المسلمين إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله ورسوله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الشيء النقطة المهمة التي تغافل عنها كثير من المسلمين وليس حتى بعضهم أن من بين هؤلاء المسلمين من كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يدعي الإيمان ويسر الكفر والنفاق وهم المنافقون الذين قالوا الذين قال عنهم ربنا عز من قائل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هؤلاء المنافقون كانوا يبغضون النبي وكانوا يبغضون أهل بيته لم تبدأ جرائمهم عشية موت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل بدأت قبل ذلك طبعا جريمة الاغتيال التي وردت في كتب القوم لكنهم لا يتحدثون عنها كثيرا والخبر رواه البيهقي عن حزيفة بن اليمان قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة دا كان في غزوة تبوك فإذا أنا بإثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها قال فنبهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرخ بهم قولوا مدبرين فقال لنا رسول الله هل عرفتم القوم قلنا لا يا رسول الله قد كانوا ملسمين ولكن عرفنا الركاب قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا قلنا لا قال أرادوا أن يزاحموا نبي الله صلى الله عليه وآله فيلقوه منها فقلنا يا رسول الله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم قال لا أكره أن يتحدث العرب بينهم أن محمد قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ثم قال اللهم مهم بالدبيلة قلنا يا رسول الله وما الدبيلة قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك روى الإمام أحمد بن حنبل نفس الرواية في تفسير قوله تعالى في الآية 74 من صورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير كما روى ابن كسير أيضا في الموضع نفسه نقلا عن صحيح مسلم عن عمار بن ياسر عن حزيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في أصحاب إثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط ولهذا كان حزيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره وهو تعيين أسماء جماعة المنافقين الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن تقف أو لم تقف في وجههم حرمة ولا مكانة لا حرمة قبلية لا صلة رحم لا أخلاق لا 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 ولكنهم جماعة منافقون هم من قال عنهم رب العزة قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هذه الواقعة الخطيرة حدثت أثناء غزوة التبوك في رجب من العام التاسع للهجرة وأن العجيب أن أحدا لم يهتم بها لا في كتب السيرة ولا التاريخ أو بمعنى أدق أن أحدا لم يضعها تحت عنوان رئيسي وإنما تحت عنوين فرعية رغم ثبوتها بنص القرآن ووقوعها أو حدوثها ضمن أحداث غزوة التبوك عندما اشرأب النفاق واطلع رأسه من مغرزه وقد سم المفسرون ومن بينهم ابن عباس هذه الصورة بالفاضحة ما زالت تنزل بقوله تعالى ومنهم 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 حتى ظلنا أنها لم تبق منا أحدا الذين رأوا في رسول الله عائقا من أجل نحو تحقيق أهدافهم الخبيثة والمنحطة ليس غريبا عليهم أن يحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس غريبا أن ينضوي الكثير منهم تحت راية معاوية ابن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد الذي لم يسلم يوما ما إسلاما واضحا وصريحا ولكنه كان من ضمن الطلقاء الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلى سبيله يوم الفتح بدأ النفاق يتفاقم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت معالم تحرك معسكر أهل النفاق في البروز وكانت المعارك التي حدست بعد خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام سواء كانت معركة الجمل أو معركة النهروان أو معركة الصفين وبعدها معركة النهروان إشارة واضحة إلى أن هذا المعسكر النفاق يريد أن يغتنم الفرصة ويريد أن يستفيد من ظهور الإسلام وانتشاره لأن الإسلام في هذا الوقت قد شكل نواة لدولة هم أرادوها دولة إسلام معدل دولة إسلام أموي وطبعا هم خططوا لهذا الأمر بالتعاون مع حلفائهم من الروم وبالاستفادة قطعا من خبرات اليهود في حروبهم على الله تبارك وتعالى وعلى رسله وأنبيائه وهذا أمر يحتاج إلى شرح مستفيد في مواضع أخرى تجلى وتبلور وبزغ معسكر النفاق في واقعة الصفين الواقعة بالقرب من شاطئ الفرات شمال الأراق وشمال الشام الآن وهي المعركة التي دارت بين جيش الإمام علي الممثل الوحيد للشرعية الإسلامية ومعسكر القاصطين الظالمين بقيادة معاوية بكلة الأكباد ووزيره الأول عمرو ابن العاصر الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الإمام علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتال الناكسين والقاصطين والمارقين الناكسون هم معسكر الجمل الذين بايعوا للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثم نكسوا بيعتهم بعد أن استدرجهم معاوية بن أبي صفيان وأوهمهم أن بوسعهم الإمساك بالسلطة وخدعهم عندما قال لهم الحق أو أدركوا العراق فقد باعت لكم في العراق وأنا أستوسق لكم أوسق لكم الشام ثم تبين بعد ذلك أن الأمر لم يكن ليعد خدعة من ملك الخداع وملك النفاق وملك الرياء معاوية بن أبي صفيان وقد كان يسعى بكل دائم وإشرار إلى تفكيك المعسكر الإسلامي الحقيقي ودفع الناس إلى الاقتتال فيما بينهم والتمرد على الإمام علي بن أبي طالب في هذه المعركة كان واضحا أن الأمة الإسلامية التي يطنب القوم في وصفها ويزعمون أنها شكلت جيلا قرآنيا فريدا وأن هذا الجيل قد تحول وانتقل من الجاهلية ومن عبادة الأصنام وأصبح جيلا قرآنيا فريدا كما يزعم بعضهم أو يقولون أن هذا الجيل وهذا القرآن يمثل المدينة الفاضلة والنموذج الذي يتعين على الجميع أن يعود إليه بينما يقول الواقع أن هؤلاء كانوا مجموعة من المخدوعين الذين سقطوا فريسة لخدع بني أمية ومعاوية بن أبي صفيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة